في كل يوم تتفاجأ ندى بزيادة في أسعار الخضروات زيادة لا تستطيع أن تلبي معها احتياجات أسرتها من الطعام تكتفي بالقليل فقط المنزل يضم أكثر من أسرة ألجأتهم الأوضاع الاقتصادية إلى الاعتماد على نظام المطبخ الواحد فما من قدرة الآن على أن تعد كل أسرة الطعام لوحدها ما تعانيه الأسر اليوم يشير إلى عمق الأزمة في البلاد تقاريد إعلامية تتحدث عن أن 65% من السودانيين هم تحت خط الفقر مع وصول التضخم في البلاد نسبة فاقت 360% كل السياسات للأسف الشديد التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية مؤخرا هي بزيد معاناة المواطنين لأنها بزيد التضخم وبالتالي خلت الحالة بتاعت الغلاء الفاحش الآن حاصب السوق وتحذر تقارير من أن 20% تقريبا من السودانيين سيواجهون تحدي تأمين غذائهم في المستقبل القريب كثيرة هي الأسر التي أجبرتها الظروف الاقتصادية الحالية على مجارات أوضاع معيشية توصف بالقاسية هنا فتأمين أبسط الاحتياجات الأساسية أصبح عبءا لمواطنين يطالبون الحكومة بسياسات تغير من هذا الواقع نزار البكداوي العربي الخرطو